مشاهدين أهلا بكل حضراتكم مرة تانية من تربية ولدنا تربية صحيحة وزي نبعد عن أكتر الأخطاء الشائعة اللي ممكن نعملها وإحنا من ربيهم لصحتهم بالذات النوم سؤال بيطرح نفسه من كثير من الأمهات كم ساعة نوم بيحتاجها الطفل عشان يقدر يحصل علميا بتأكد دراسات حديثة تأثير عدد ساعات النوم على مستوى التحصيل العلمي للطالب وبتشير دراسة بريطانية من جامعة بايلور إن أقل من 10% من الطلبة في المرحلة السنوية والجامعية بيحافظوا على 8 ساعات نوم يوميا أو حتى الحد الأدنى وهو 7 ساعات في الوقت اللي بيحتاج الطفل في مرحلة مبكرة للنوم لبناء خلايا الدماغ ويتمكن كمان جسمه من النمو السليم من الضروري جدا أنه يبذل الأباء جهد كبير وإضافي لمساعدة ولادهم على عداد نوم صحية خلال مرحلة ما قبل المرحقة وما بعدها لأن دول مراحل مهمة جدا وطبعا في بعض التوصيات الصحية على أن يحصل الطفل خلال أول سنتين له بعد الولادة على ما بين 11 و14 ساعة من النوم يوميا وفي مرحلة ما قبل المدرسة ما بين عمر 3 و5 سنين بيحتاج الطفل من 10 ل 13 ساعة نوم يوميا وطبعا بتقل ساعات النوم المطلوبة للطفل خلال المرحلة ما بين 6 و13 سنة لتوصل ما بين 9 و11 ساعة نوم يوميا طيب خلال مرحلة المرحقة بيحتاج ما بين 14 و17 سنة بيحتاج الطفل لـ 8 أو 10 ساعات نوم يوميا لكن ممكن أنه يحصل على 7 ساعات في اليوم خلال بعض أيام الأسبوع وممكن ده يعود خلال العطلات الأسبوعية وطبعا بتلعب تهقيق مناخ البيت للنوم في وقت مبكر دور مهم جدا في تثبيت موعيد أن أنت تدخل السرير تنام الساعة كام وبيساعد كمان تقليل استخدام الشاشات الإلكترونية قبل موعد النوم بساعتين ده بيساعدهم على سهولة النوم يعني ما يكونش قاعد في السريره والمفروض أنه هو داخل ينام وفي إيده التليفون أو في إيده الآيباد قاعد بيتفرج على حاجة ما ينفعش وطبعا لازم يكون فيه معات ثابت لنوم ولادنا يكونوا هم حافظينه وتلقائيا لنفسهم الساعة دقق عشرة دقق تسعة زي ما أنتم متفقين مع ولادكم هم تلقائي المفروض يدخلوا يناموا في الوقت المحدد نتمنى بصراحة أن احنا نقدر نعمل حاجة زي كده بدل ما بنقعد مثلا مفروض تسعة يناموا احنا بنقعد من تمانية لتسعة نام يا حبيبي ومن تسعة لعشرة نمتوا ولا لسه ومن حداشر لانتناشر خلاص نمتوا وطفي النور فإحنا خلينا نرتقي شوية ونحاول ننوم ولادنا فيه أوقات نوم ثابتة عشان صحتهم وعشان تحصلهم الدراسي